أهلا وسهلا بكم لنتابع دراستنا للأعداد كجزء من أساسية الإعلاميات في الدرس السابق تعرفنا على كيفية تحويل عدد من النظام الستعشاري للنظام الثنائي قلنا أننا نقوم بتحويل كل عنصر من العدد في النظام الستعشاري للنظام الثنائي ممثل بأربعة عناصر لما أربعة عناصر؟ لأن عناصر النظام الستعشاري من الصفر حتى F تحتاج لأربعة عناصر ليتم تمثيلها جميعها في النظام الثنائي في هذا الدرس سنتعرف على كيفية التحويل من النظام الثماني إلى النظام الستعشاري إذن تكون للدرس النظام الثماني إلى النظام الستعشاري النظام الستعشاري التحويل من النظام الثماني إلى النظام الستعشاري يمر عبر التحويل للنظام الثنائي إذن الطريقة هي أني أقوم بأخذ عدد في النظام الثماني أحوله إلى النظام الثماني إلى النظام الثماني وبعد ذلك أقوم بتحويله إلى النظام الستعشاري طريقة التحويل من النظام الثماني للنظام الثنائي رأيناها في الدرس السابقة التحويل من النظام الثنائي للنظام الستعشاري رأيناها أيضا في الدرس السابقة إذن أخذ مثال أو نأخذ مثالين أخذ مثالين لعدد في النظام الثماني مثلا أخذ العدد واحد أربعة ستة في النظام الثماني كم يساوي في النظام الستعشاري إذن قلت أول شيء أخذ العدد واحد أربعة ستة وأحوله للنظام الثنائي التعليقة هي قلنا أننا نمثل كل عنصر من العدد في النظام الثماني في النظام الثنائي بثلاث عناصر لدينا الستة هي واحد واحد سفر والأربعة هي واحد سفر سفر والواحد هو سفر سفر واحد إذن هذا هو تمثيل العدد واحد أربعة ستة في النظام الثنائي بعد ذلك أكمل التمثيل في النظام الستعشاري الطريقة هي أني أقوم بتقسيم لأربعة أجزاء أو لأجزاء لكل منها أربعة عناصر فأحصل على كم؟ لدي سفر واحد واحد سفر هو كم؟ هو الستة ولدي هنا سفر واحد واحد سفر أيضا هو الستة وهنا يبقى لي سفر لا أمثله أو سفر على اليمين ليس له أي قيمة إذن فيكون بذلك هذا هو التمثيل في النظام الستعشاري أخذ مثل آخر أخذ مثل آخر في النظام الثماني أخذ العدد مثلا ثلاثة خمسة سبعة في النظام الثماني أولا أحوله للنظام الثنائي لدي السابع هي واحد 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 لدي الخمسة هي واحد سفر واحد ولدي الثلاثة هي سفر واحد واحد هذا هو التمثيل في النظام الثنائي بعد ذلك أقوم بالتحويل للنظام الستعشاري أولا أقوم بتجزئ لي أربع تناصر على هذا الشكل فأحصل على كم؟ لدي هنا واحد 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 هي F يمكن أن أعود للجدول الذي كنت قد كتبته في الدروس السابقة واحد 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 هي F إذن واحد واحد هي F والذي هو واحد واحد سفر كمية ثنين زائد أربعة زائد تمانية هي أربعة عشر لا أعتقد فعلا أربعة عشر هي الحرف أ أكتب بطريقة أفضل إذن فيكون هذا هو العدد في النظام الستعشاري E F في النظام الستعشاري إذن أعيد كتلخيص للتحويل من النظام الثماني للنظام الستعشاري أمر بالنظام الثنائي كوسيط تحويل في اتجاه العكسي أيضا سنرى أنه سنمر بالنظام الثنائي كنظام وسيط إذن نلتقي لنا تعرف على كيفية التحويل من النظام الستعشاري للنظام الثماني في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء